وإحنا بنتكلم عن النهاء الأفريقي عندنا مباراة مقبلة يوم الجمعة إن شاء الله مباراة مهمة جداً في بطولة الدوري الممتاز وعودة مرة أخرى إلى الدوري الممتاز نادي الأهلي كانت لعب ثلاث مباريات في بطولة الدوري السنادي مع مستر كولر الحمد لله العلامة الكاملة في ثلاث مباريات عندنا مباراة مهمة جداً أمام طلاع الجيش ابتدنا بعد فترة الراحة مباراة المأولين في كاس مصر ودائماً كاس مصر من المباريات اللي بتحمل دائماً مفاجآت فعلشان كده الناس كانت متخوفة شوية من الأداء لكن دائماً النتيجة بتكون مهمة جداً في بطولة الكاس إن دائماً دائماً الكاس بيحصل فيه مفاجآت لكن الحمد لله النادي الأهلي قدر يفوز بفضل الله ثم بفضل محمد الشناوي اللي كان ليه دور مهم جداً فيه الركلات الجزاء ودور ميشيل يانكوني والجهاز الفني كمان ما شاء الله لكن عندنا مباراة مهمة يوم الجمعة مباراة طلاع الجيش ودائماً لما بنتكلم عن مباراة طلاع الجيش بتذكر الموسم الماضي تعادلنا مطشين مع طلاع الجيش مباراة الدور الأول مباراة الدور الثاني فعلشان كده بدي جرس النظار من دلوقتي بدي جرس النظار من دلوقتي مباراة طلاع الجيش القادمة في بطولة الدوري هتكون مباراة صعبة مباراة مهمة محتاجين اللعيبة تركز محتاجين تلات نقاط فيهم تلات نقاط هيدوك دفعة للفترة المقبلة علشان مشوار الدوري ودايما هدف النادي الاهلي هدف كبير احنا السنة اللي فات خسرنا بطولة الدوري فالنهار دا اللعيبة مطالبة السنة دي ان شاء الله نرجع البطولة اللي دايما محببة الجمهور النادي الاهلي علشان كده لازم اهتمام كبير من اللعيبة طبعا من الجهاز الفني لازم يكون فيه تركيز كبير علشان ربنا يكرمنا ان شاء الله بتلات نقاط مهمين جدا فيه مشوار بطولة الدوري ده جزء طبعا من تدريبات الفريق الاول والاستعداد اللعيبة وشايفين يعني فيه ناحية ايجابية كبيرة ولعيبة على تم الاستعداد وعودة محمد عبد المنع مرة اخرى بنقول له الحمد لله على السلامة عودة حمد فاتحي من العناصر المهمة والنادي الاهلي محتاج كل اللعيبة